أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن نشر فنون الألعاب القتالية المختلطة في الأندية الوطنية والمراكز الشبابية يأتي ضمن أهداف المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرامية إلى نشر جميع الألعاب الرياضية في المملكة جاء ذلك خلال استقبال سموه سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة والذي عارض على سموه الخطط التي وضعتها الوزارة لنشر رياضة فنون القتال المختلطة للتعاون مع مجالس إدارات الأندية الوطنية والمراكز الشبابية وقد أكد سموه أن الاهتمام بنشر هذه الرياضة نابع من اعتبارها رياضة في طريقها في الانتشار على المستوى العالمي وبالتالي فإنه يجب تهيئة شباب قادرين على تمثيل المملكة في هذه الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات لها وأكد سموه أن دعم رياضة فنون القتال المختلطة ومختلف النشاطات الرياضية في مملكة البحرين يترجم توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تحقيق أعلى معايير التطور والتقدم للرياضة البحرينية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية الرياضية وذلك تنفيذا لتطلعات القيارة الرشيدة بتحقيق نهضة شبابية ورياضية شاملة في البحرين من جانبه أكد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة أن الرؤية الوزارة تحمل نظرة سموه المستقبلية تجاه هذه الرياضة والرامية إلى خلق جيل قادر على ممارسة فنون القتال المختلطة ترجمة نانسي قنقر